بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا بصدد الحديث عن القياس في الأسباب والشروط والموانع ولا شك أن الخوض في هذا المبحث مجردا عن الأمثلة الممكنة سيكون بحثا منطقيا بعيدا عن الواقع وربما لا يتصور الباحث أو الطالب خطورة مسألة القياس على الأسباب فالإمام القرافي يبين لماذا لا يجوز القياس على الأسباب فيقول رحمه الله تعالى المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في الحديث لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس أنه موجب للعبادة كغروبها يعني نحن في المذهب يوجد عندنا تطبيق في حالات لواط الحد إذن هنا هل هو أجر القياس على السبب وهو سبب الزنا لما طبق حد الزنا أم أنه جرى على اعتبار المعنى وليس القياس في السبب ستجد أننا عندما نتكلم عن القياس على الأسباب أن المسألة مختلفة بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالقياس على السبب بإحداث سبب جديد ولذلك يجدر بنا في هذا المبحث أن نميز بين الأمرين هل أنت تعدي هذا المعنى نفس هذا المعنى أم أنك تستحدث سببا جديدا هذا السبب الجديد لا ينطبق على السابق فيكون أعام مثال ما بين قياس المعنى الذي لا يأتي ب سبب جديد قياس المعنى فأقول أن المعنى الذي في الزنا هذا موجود في اللواط في بعض الحالات وأطبق حد الزنا أم أنني سأجعل أن اللواط سبب من أسباب الحد هناك فرق أنك تقول أنا لا أقيس على الرخصة بل هو في معناها أنا لا أقيس على السبب إنما أنا أقول هذا المعنى موجود هنا فأنا أكون طبقت سبب الزنا هنا ولم أقل بإحداث سبب جديد موضوع النقاش هنا في موضوع إحداث سبب جديد قال وهو ما يؤكد ما نبينه ودليل المانع له أي القياس في الأسباب جار في الشروط والموانع يعني نفس علل منع القياس على السبب هي موجودة في الشرط والمانع والدليل هو كون القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك ما معنى أن تكون كذلك؟ إنه عندما تستحدث سبب جديد والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فإذا استحدثت سببا جديدا إذن صار السبب الجديد هو الموجد للوجود أما السبب الأول فلم يعد سببا فلم يعد سببا هذه تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى وقفة مثال قلت في أثناء الحظر في كورونا إننا سنجعل الحظر سبب من أسباب الجمع كنا ندرك المغرب في المسجد ولكن تدخل علينا العشاء ونحن في الحظر فقلنا إننا في المطر إذا يعني ذهبنا إلى العشاء لا ضير لكن في الكورونا في اعتقال وأمن وما إلى ذلك فلذلك الوصف في الحظر أشد من المطر فسأقول إن الحظر إن الحظر بسبب الوباء سبب مجيز لجمع المغرب مع الإنشاء قياسا على سبب المطر فجعلت الحظر فجعلت الحظر جعلت الحظر سببا جديدا للجمع طيب طيب والقياسي والقياس في إحداث الفروع أحكام للفروع لأن الأسباب والشروط والموانع أصول الأسباب والشروط والموانع مقدرة تقدير الأصول لذلك كانت وضعا إلهيا تمام فقياسك هنا أدى إلى تغيير على الشريعة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فأحدث سببا جديدا غير الأسباب الشرعية المعينة فأنت قلت لي شدة المشقة هنا وصف واضح أكثر من المطر لأنه في المطر لا يوجد اعتقال لا يوجد أمن ولا حبس فقلت لك ألا يوجد هذا الوصف أشد منه في الحرب وفي الحرب لا يوجد جم والصلاة في وقتها فوصف الحرب أشد فأنت أتيت هنا بمعنى بمعنى أضعف من السبب المقدر في الحرب فتناقض الأمر عليك وتناقضت الأسباب عليك فقلت لك لماذا أخذت سبب المطر ولم تأخذ المشقة في الحرب وهي معتبرة وفي الحرب لم يبح له أن يجمع بين الصلوات فتناقضت عليك الأسباب وأحدثت أسبابا جديدة في رتبة أصول الشريعة وألغيت ما كان يجب أن يصل في الوقت إذن أنت أحدثت سببا جديدا لاحظوا أنه عندما يتكلم هنا أنه يقول لك سيكون هناك معنى مشترك لاحظ التعليل إذ قد يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه هو المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليه يعني الآن أنت قلت أن هناك معنى مشترك أعم من سبب جمع المطر هو الحضر فأتيت بالأعم أتيت بالإيه؟ بالأعم فلما علقت الحكم بالأعم لم يكن معلقا بالأخص وهو المطر فإذا ذهبت إلى السبب الأخص هو المطر غير موجود وعلقت الجمع بالأعم مع أن الأخص غير موجود وهو الجمع بسبب المطر توضيح آخر يعني يعني هو سيقول لك عندما تحدث معنى أعم سيصبح السبب الشرعي الذي قصت عليه هو إيه؟ هو الأخص وأتيت بالمعنى الأعم قد هذا المثال رأى أحدهم نماء في القطاع العقاري من أراضي وفلل ورأى كسادا في التجارة فقال انظروا إلى هذا النماء في العقارات هذا الرجل اشترى أرضا منذ عشرين عاما وقد أصبحت قيمتها أضعاف مضاعفة أضعاف نمو التجارة مع أن الرجل اشترىها ليبني عليها مكتنى ميراث بهبا إلى آخر ذلك طب أليس وجوب الزكاة في التجارة لعلة النماء؟ قال أنا سأجعل النماء هو العلاء الأعم سببا لإيجاب الزكاة الآن النماء موجود في التجارة ونمت التجارة وأصلا في الشرع أن التجارة فيها نمو ولذلك وجبت فيها الزكاة قال أنا سأوجب الزكاة في الأراضي والبيوت المقتنى لأن قيمتها ترتفع بشكل كبير فعندي صار النماء بالمعنى الأعم أوجد زكاة لم تكن موجودة بالسبب الأخص أوجب زكاة لو ذهبنا إلى سبب النمو الخاص بالتجارة نجد أنه لا يكون إلا مع التجري وهذه ليست مع التجري فقد أوجب زكاة من غير سبب فقد أوجب زكاة من غير سبب إذن استحدث سببا أعم ألغى وجود السبب الأخص ولاحظوا هذا موجود في الفكر الدين المعاصر موجود في الزكاة خصوصا ويأتي بعلامة التعجب يقول هذه أرض قيمتها كانت عشرة ألاف فأصبحت بمائتي ألف خلال هذه المدة وانظروا إلى هذا التاجر الذي يتجر في شيء قليل توجبون الزكاة على هذا ولا توجبونه على صاحب الملايين الذي يملك أراضي بالملايين أصبحت لاحظوا الخطاب الخطاب من حيث الإقناع هذا هو لكن من حيث التحليل الفقهي سيأتي ويقول له نحن نوجب الزكاة بسبب السبب هناك العرض التجاري اشتراه بقصد التجري والربحي بمعاوضة الآن أنت تريد أن تقول أن مضاعفات النمو ستكون هي سبب الوجوب طيب لو أننا بقينا مع السبب الشرعي لا تجب الزكاة في هذه العقارات التي ارتفعت وهي مقتنى لا تجب الزكاة واضح؟ لماذا؟ لانعدام السبب وهو التجر صحيح؟ إذن بقي السبب يلزم من عدمه عدم فإذا لم يكن للتجري فلا زكاة وإذا كان للتجري ففيها الزكاة إذن جوهر السبب يلزم من عدمه عدم ويلزم من وجوده وجود كدخول وقت الظهر يجب منه وجوب صلاة الظهر فإن لم يدخل وقت الظهر فلا صلاة الظهر كذلك زكاة العرض التجاري فإذا كان للتجري واشتري بمعاوضة فعند إذن فيه زكاة طيب لما أنت أحدثت هذا النمو السريع في العقارات الموروثة أو المقتنى أو ما إلى ذلك فقلت تجيب الزكاة مع عدم وجود السبب الشرعي فأصبح المسبب في وجوب الزكاة من غير السبب الشرعي لأنك أحدثت السبب الأعام الذي أوجدت به إيجاباً مع عدم السبب الأصلي الذي قصت عليه الذي قصت عليه أين هو سبب التجر الذي قصت عليه؟ فعاد سببك الجديد على السبب الأول بالإبطال فصارت الزكاة تجيب من غير السبب الأول إذن سأسمي السبب الأول الذي هو السبب الشرعي شراءه العرضي بقصد التجارة هذا هو السبب الأول رأيت هذا الوقاع وأن العقارات نمت بشكل كبير جداً ما كان بمئة صار بعشرة آلاف لأن قلت كيف أنا هذا الشخص يزكي وتجارته تنمو بشكل بسيط أو قد تكون كاسدة وذكى الذي عنده الملايين لا يزكي عنده أراضي بالملايين ورثها عن أبيه كيف هذا لا يزكي؟ وهذا يزكي يعني ما هو بألاف بسيطة هذا لا يقل أين عدالة الشريعة؟ لاحظوا العدالة الطبيعية العدالة بالشعور الإنساني الإنسان يصنع الشريعة الطبع يصنع الشريعة فقال أنا بناء على هذا الواقع أنا سأقول إن هذا النمو السريع في العقارات وهذه القيم العليا لهذه الفلل وهذه الأراضي أنا سأجب فيها الزكاة نقول له ليس التجارة قال أنا سأستحدث أنها سأقول بما أنها نمت نموا سريعاً والنمو الموجود في التجارة أيضاً سبب للزكاة نقول له سبب مع وجوب التجر الآن أنت تريد أن تضع سبب دون التجر نمو دون التجر إذن النمو الذي أتيت به أعم من النمو الذي بشرط التجري فأتيت بالسبب الثاني الأعم فعندئذ أخللت بمنظومة الأسباب الشرعية ألغيت السبب الأول الذي قست عليه ألغيته فصار لدي زكاة من غير السبب الأول بل بسبب جديد إذن أصبحت الأحكام الشرعية تستحدث بناء على أسباب جديدة إذن قياسك هذا أدى إلى وجود معنى مشترك وهو مجرد النماء وفي الزكاة النماء مع التجري وهو البيع وتقليب المال بقصد الربح في البيع ما معنى هذا بدأت عندي أسباب جديدة تتحقق معها مسببات دون الأسباب الأولى إذن صار عندي السبب بالمعنى الأعم مجرد النماء يجب الزكاة السبب الشرعي التجر اللي هو سبب النماء التجارة هي التي يعني فيها نماء المال إذن أنت أحدثت سببا عما أقول لك سبب تحريم الربح والظلم ولا ظلم بين شركات كبرى وبنوك كبرى أين الظلم طيب كان أنه هذا حرام لأنه ربا الآن حرام لأنه ظلم طيب فإذا لم نجد ظلما بحسب ما نرى في الواقع إذن صار عندي الربا ليس حراما لأنه لا يتصور الظلم بين مؤسسات معنوية هنا بنك وهنا شركة سيارات وهذه الشركات لا تدخل النار يوم القيامة وليست مكلفة أصلا إذن صار عندي تسبيب جديد يهدم الأسباب الأولى يهدم الأسباب الأولى لكن لو نظرت إلى كلام من ينادي مثل هذا كلامه مقنع وممكن أيضا يتحول إلى فقه الواقع بمعنى أنه يأخذ هذا الواقع ثم يعني يتناوله بالروايات والحكايات والإسلام حرم الظلم ويعني من هذه العواطف ثم بعد ذلك يقول لي إنما حرم الظلم أو الربا بسبب الظلم في الجاهلية أما نحن اليوم فأصبح الربا هو نمط اقتصادي وبالتالي هو حرم من أجل الظلم إذن استحدث سببا أعم نحن نقول سبب التحريم الزيادة مع الزمن إذن أنت تستحدث هنا معاني أعم من المعاني الشرعية التي هي أخص فتصبح المعاني الأعم هي التي تؤثر في بناء الأحكام والأخص تم إهماله فلم تعد الزكاة توجب بسبب التجارة النمى لمجرد النمى إذن هنا يقول إذ قد يكون السبب والشرط والمانع هو المعنى المشترك يعني هو الشرط يلزم من من عدمه عدم والسبب يلزم من عدمه عدم يعني تمام فلذلك بينها وبين المقيس عليه لا خصوص المقيس عليه والمقيس يعني جوهر هذه العبارة إياكم مستحداث العلال العام لأن أصلا الدليل الشرعي لابد أن يكون مع مدلوله وجودا وعدما فإذا صار أعام ممكن تجد هنا الشارع حرم هناك أباح يعني العرية ما هي تمر برطب صحيح ومع أنهما مختلفان في التماثل عند الواقع فلا يجيز الشارع تمر برطب لجهالة التماثل لكن أجازه في العرية في خمسة أوسق لو أنك هنا قلت العلة العامة في التحريم هنا الشارع متحكم أباحها في العرية ومنعها في غير العرية واضح أجازة البيع منع الغرر مطلقا في البيع أشد الغرر الممنوع في البيع لكنه أذن به في الزواج على عشرة جمال مهر عشرة جمال لما لأنه مبني على التسامح لكن في البيع عشرة جمال لابد أن تصف ها طيب هل يجوز انعقاد البيع بغير ثمن لا يجوز لكن يمكن أن يؤقد الزواج بغير العقد لكن لا يجوز الاتفاق على عدمه في نكاح التفويط الشارع متحكم طب وإن طلقها من قبل الزواج قبل الدخول فلا مهرة لها في التفويط فلا مهرة لها ولا تفرض لها نصف المهر طيب يعني الشارع هنا متحكم بالجزئيات فإذا أنت استحدثت في الفكر الإسلامي المعاصر العلال العامة وسميته فقه الواقع ثم جئت بفقه الأولويات وألغيت قواعد التعارض والترجيح وعندما تفتي في أي مسألة أراك تخرج من الواقع وتعود إليه ثم تخرج ثم تعود ثم بعد ذلك تأتي بالروايات والعلال العامة ولا تمر بمذهب معتمد في الفتوى لا تمر به مرور بمعتمد الفتوى إنما تريد أن تؤلف روايات وحكايات ثم بعد ذلك تصوغ نفسك وذاتك وشخصيتك وميولك الطبيعية وهذا سبب الاختلاف فكل له ميوله هذا ميوله مع المولاة هذا مع المعارضة هذا مع الغلو هذا مع الحلال هكذا البشر في ميولهم الطبيعية فيكون هو صراع مبادئ الطبيعة داخل الدين لذلك فيما يتعلق بالقياس في الأسباب هذا ممنوع شرعا بمعنى استحداث سبب جديد بمعنى استحداث معنى أعام وما قلناه في تلك الجنيات الشنيعة في القياس وأنه يطبق عليه حد الزن في بعض مسائلنا هنا إنما أننا جرينا على المعنى وأن هذا المعنى في هذا المعنى ويجوز أن يكون المعنى في الفرع أشد فيكون أولى بحمله عليه مثل على سبيل المثال لم نجز سيأتيك به إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع لما يتكلم في موضوع التيمم للنوافل إذن القضية التي ذكرنا أمثلة عليها في موضوع النماء في التجارة مجرد النماء إلا أعام وهذا موجود يعني ليس هو عبارة عن توقع إلا أعام ممكن نأتي بمانع أقول لك والله يا أخي انظر هؤلاء المزارعون مدينون للبنوك وهم عليهم ما عليهم وانظر يا أخي إلى أحوالهم يا أخي لنسقط عنهم ثلث التكلفة من لنسقط عنهم الثلث طيب إذن أنت انعقد سبب الوجوب وهو وجوب زكاة المزرعات إلى أن أنت تريد أن تسقط ثلث المزرعات مقابل التكلف طيب الشريعة اعتبرت ذلك عندما قالت فيما سقيا بماء السماء وفيما سقيا إلى آخره بآلة اعتبرته فأوجبت العشر فيما لا كلفة فيه ونصف العشر فيما فيه كلفة لأن أنت تريد أن تحط بعد الشارع وأن تستحدث مانعا فلما استحدث مانع الكلفة فقلت الكلفة الزائدة هذه نريد أن نطرحها من الثلث معنا تنعقد سبب وجوب الزكاة من الذي منع أنت المذهب الطبيعي داخل الإسلام المذهب الطبيعي داخل الإسلام أن أنا كبشر أضع مانع كذلك في موضوع الشرط الطلاق يقع باللفظ طلاق شفي أقول يشترط له أن يكون أمام القاضي يعني انعقد عند الله ولكن الله ينتظر توقيع القاضي على أمره ثم بعد ذلك تخطب بالخطب الرنانة في الحكم بما أنزل الله والطاعة والانتزام وما إلى ذلك وأنت تستحدث شروط وموانع وأسباب وهي في رتبة الأصول الأحكام التكليفية جميعا هي محومة في مدارج الأسباب والشروط والموانع يعني الأحكام التكليفية كالطائرات الأحكام التكليفية كالطائرات عندنا أحكام الوضعية سبب وشرط ومانع هذا مطار ثلاث مدارج فقط وكل أحكام الشريعة تنزل عليه ثلاثة مدارج طب فإذا عبست بمدرج طب كيف إذا غيرت المدارج أنت أفسدت المدارج وبالتالي عندما تضرب المانع أو السبب أو الشرط هذا يعني أنك قد غيرت على كل الشريعة لأن السبب والشرط والمانع في رتب الأصول في رتب الأصول لذلك علينا أن نفق هذه الأساسيات في هذا الموضوع لأنه موضوع غاية في الدقة والأهمية ولاحظ التعليلات لما قال المعنى المشترك معنى أعام لأنه في استحداث لم يعد السبب خاصا في زكاة التجارة بل السبب الذي هو في زكاة التجارة مجرد النمو هكذا تقول يعني الشرع قال يكون تقليب المال في البيع بقصد الربح تمام لأن أنت جعلت هذا الجزء سبب من الجزء الذي أنت وجدته أو وجدته وهو العام مجرد النماء طيب لو أنه لم يعد هناك نماء في العقارات وتراجعت ستغير إذن ما هو مصدر الأحكام الشريعة أم الواقع الواقع طبيعة وبالتالي نحن في ما يسمى بفقه الواقع بهذا النموذج إنما هو حالة من مبادئ القانون الطبيعي لا يمر بكتاب فقه معتمد في الفتوى أبدا تراها مقالات وأقاويل إن جاء بمثل هذه المتشابهات فإنما هو ليخل بمثل هذه الأصول وقد يسرد من كتب الفتوى يسرد بالطريقة السردية الحكائية لكنه يسرد في مجال بعيد جدا مع الأسف الشديد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله الله نستغفر